شرع رئيس الحكومة هشام المشيشي منذ إعلانه أمس عن انطلاق الحوار الاقتصادي والاجتماعي بخصوص قانون مالية للسنة المقبلة ومخطط التنمية في إجراء سلسلة من اللقاءات كانت اليوم مع وفد عن الاتحاد العام التونسي للشغل يتقدمه الأمين العام للمنظمة نوردين طبوبي بحضور وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار وهو لقاء تشوري حول مضامن مشروع قانون مالية للسنة المقبلة قبل عرضه على الجلسة العامة وقد أكد رئيس الحكومة الدورة الفاعلة للاتحاد العام التونسي للشغل في بلورة الاستحقاقات الاجتماعية والتنموية في إطار من الحوار من شأنه أن يسهم في رسم ملامح الحوار الاقتصادي والاجتماعي حول عدد من القضايا والاستحقاقات وكان رئيس الحكومة التقى أمس بعدد من ممثلي الأحزاب السياسية والكتل البرلمانية كانتلاقة للحوار الاقتصادي والاجتماعي الذي يأتي وفق تصورات الحكومة تعزيزا للسياسة التشاورية التي تنتهجها مع عدد من مكونات المشهد السياسي والبرلماني والهادف إلى التشاور حول عدد من القضايا الاقتصادية والاجتماعية الراهنة وخاصة منها قانون المالية لسنة 21 و2000 وقد اعتبرت بعض مكونات الحزام السياسي الداعم للحكومة أن الحوار جاء نتيجة ما تشهده البلاد من حراك اجتماعي وصعوبات مالية واجتماعية تملي حوارا صريحا ومسؤولا حوار مسؤول معناتها الناس تبدأ على واعي ولا دراية بالضرفية التي تمر بها البلاد اثنين يلزم تكون الناس أيضا عندها قناعة وعندها فكرة واضحة على إمكانيات الدولة ثلاثة يكون عندها أيضا قناعة وفكرة واضحة وإلمام بما يحصل في الجهات وبالمطالب الشعبية الموجودة احنا نعرف اليوم فما مطالب مشروعة مطالب شرعية نصحة العبارة نتيجة اتفاقات والتزامات وتعهدات سابقة للحكومات البتعاقبة مهيش حاجة منتع 2020 هذه التاركمات بتاع السنوات وبالتالي لابد من البحث في السبول الكفيلة للخروج بالبلاد من هذه الظرفية حكومة سيئي شام الشيشي مدعوة أن تكون لها رؤية في عرض هذا القانون تتجاوز سنة 2021 إلى السنوات التي تليها وهذه رؤية تتعلق بالبرنامج المخطط التنموي تتعلق أيضا بالرؤية المنوال الاقتصادي وتتعلق اساسا بالتعجيل بإجراء وإنفاذ الإصلاحات الكبرى المطلوبة في قضايا مهمة ولنعتقد نحن في النهضة أن تأخير هذه الإصلاحات كانت له كلفة على المجموعة الوطنية وكلفة أيضا على اقتصاد البلاد وكلفة أيضا على الأوضاع في الجهات وكلفة أيضا على أوضاع الأفراد ويأتي الحوار الاقتصادي والاجتماعي في ظل فترة صعبة تقول الحكومة إنها تسعى من خلالها إلى طرح جملة من البرارات والبرامج والأليات في إطار رؤية استراتيجية تعتمد الحوار والتشاور المستمر مع مختلف المكونات السياسية والبرلمانية بالبلاد